مرحبا برج الاسد اهلا فيكم بشكل عام قبل ما ادخل في تفاصيلها الشخص القادم في طريقكم رح يكون شخص لا يستهان فيه على مستوى من الوظيفة على مستوى من الخبرة عنده مستوى حتى من القبول عند الجانب او الجنس الاخر فهذا شخص يعني ما بقولك شايف حالة برج الاسد وانما يملك خيارات في الحياة وانت ايضا تملك خيارات في الحياة ولكن لسبب من الاسباب رح يقع الاختيار عليك باذن الله اول شي حروف اسمه حرف الباء احتمال يكون في اسمه وحرف الالف على اغلب الاحتمالات البرج اللي يأتي منه طاقة ارضية قوية موجودة عند هذا الشخص ممكن يكون برج الثور برج الجدي او برج عقرب ايضا شفتها في القراءة طاقة النارية ايضا موجودة ولكن احسها هي طاقتك ممكن يكون ايضا جوزة لان هذا شخص يحب يتحداك يحب ان انت تخرج افضل ما فيه وهو ايضا رح يخرج افضل ما فيه اوقات افضل ما فيه اوقات اسوأ ما فيه لان اثنينكم اصحاب اراء قوية وشخصيات قوية هذا اللي قاعدة اشوفه خلا نشوف اول شي وقت اللقاء برج الاسد وقت اللقاء هنا احتمال كبير يكون فيه اجازة طويلة يعني تكون اجازة في توقيت اجازة الصيف انا هنا في ثلاثة ايام يكون اجازة كريسمس اجازة صيف اجازة السنة الميلادية الجديدة هذا هو اغلب الاحتمالات على الاغلب في بداية السنة يكون تونا انتهينا من احتفالات نهاية السنة هنا فعدنا طاقة اول ثلاثة شهور من السنة هزين شهر فبراير اول شهر جنيوري يناير فبراير مارس اغلب احتمالات راح تكون في اول اشهر السنة الميلادية كنون كأن انتو توكموا مشاطبين مشاطبين راح تمتهون من اجازة معينة وتبتدؤون في دوامات او عمل او وظيفة او دوام سواء دوام كام مدرسة او دوام عمل خلا نشوف الحين مكان اللقاء مكان اللقاء عندكم هني قاعدة اشوف المكان اللي راح تلتقون فيه برج الاسد هو مكان فيه ضوضاء فيه ازدحام فيه اشخاص يأتون ويذهبون وفيها ايضا توزيع ارقام او توزيع مقتنيات ممكن يكون في احد المحلات او في احد المجمعات التجارية اللي انت تحاول ان تحصل فيها على دور في الطابور اللي انت واقف في دور في الطابور يكون فيه كذا شخص يمكن يتخطونك في الدور وهو راح يكون مو هذا الشخص وانما راح يكون فيها ذاك المكان المكان اللي فيه نوع من التخبط زحمة عدة اشخاص ينتظرون مثلا شخص معين ينتظرون دكتور ينتظرون موظف ينتظرون المحاسب عشان يحاسبون يدفعون قيمة بضاعة ويذهبون كل هاي الاحتمالات موجودة ولكن قاعدة اشوفي هني ان مكان الالتقاء راح يكونون اثنيكم تنتظرون شيء او شخص انزين خلنشوف مواصفاته الشكلية هذا شخص يميل الى انه يكون مو كثيرا ولكن نوعا ما مفتول العضلات يحب ان يمارس رفع الافقل انزين طوله متوسط ولكن في عرض في جسمه بسبب هاي الرياضة عيونه تميل الى انها تكون بنية او عسلية اوكي انيق المظهر ولكن يحب اللبس الكاجول لبس الكاجول يعني تي شيرت مع جينز يحب ان يكون الوانه الاحمر والازرق والاخضر هاي الالوان الاساسية يحب ان يلبسها ويكررها دائما في ملابسه هذا الشخص احتمال كبير انه لا يدخن ابدا او انه يدخن كثيرا يعني يا ابيض يا اسود مع هذا الشخص اما راح يكون ابدا ما يحب الدخان وما يطيقه وما يتحمله او انه جدا يدخن وبكثرة يعني دائما يده فيها زجارة شنو بعد اه يهتم بلحيته يهتم بترتيب لحيته لحيته مو ثقيلة خفيفة ولكن يهتم بتحديدها برسمها هذي مواصفاته الشكلية اه يقف منتصب يعني ما ما يثني ظهره ما يوقف وكتف نازل لا دائما شذي وكفته فيها صلابة وكفته نوعا ما ايضا رياضية مثل الهواية اللي يحب انه يمارسها من هواياته الاشياء اللي فيها ترفيه وسينما وافلام ومن هواياته ايضا البحر الصيد الحداق السباحة اي شي يخص البحر والماء بيكونون من هواياته خلا نشوف اهني ما هي اطباعة هذا الشخص هذا الشخص ما رح يصل الى حياتكم الا انه بيكون مشا مشوار طويل لوحده قردي درس تخرج عمل احتمال يكون انفصل في السابق ولكن زواجه او ارتباطه القديم لم يدون فترة طويلة على الاغلب ما عنده ابناء بس ممكن بس انا نشوف الطاقة الاغلب ما عنده ابناء انزين فهذا شخص يكون عده مشوار محترم في حياته سنة على الاغلب في الثلاثينات لحد ما وصل عندكم يعني مو شخص توا طالع من البيضة لا لا مش مشوار صاحب خبرة وصاحب رؤية عارف هو من وعارف وين يبيروح رأيه واضح بخصوص هاي الامور احب الابتسامة لكن لا تغرق ابتسامته لان منظره الاولي يمكن يكون منظره في البداية جاف او رسمي ولكن هو بالعادة يحب الابتسام انزين كريم خصوصا على نفسه كريم جدا مع نفسه يعني الاموال ما يصرفها بالراحة وخصوصا على نفسه كريم ما يحب انه يبخل على نفسه باي شيء خاطرة فيه اوكي احب السيارات وخصوصا سيارات الدفع احسه يملك سيارة كبيرة يعني سيارة الدفع الرباعي احنا سميها جيب من السيارات الكبيرة اوكي احب هاي النوع من السيارات قلت لكم الالوان اللي يحبها اه هذا الشخص لما تصير الالتقاء معاكم ما بيكون فيه علاقة وانما عنده عنده صداقات مع الجنس الاخر فيه صداقات هو موجود فيها يعني مو اعزب بشكل كامل ولا انه حتى مرتبط وانما يقضي وقته فيه صداقات لانه هذي هو طبيعة تفكيره نوعا ما متقدمة اوكي بالعادة هذا الانسان صعب جدا انه يلتزم ياخذ وقت طويل او يفكر كثيرا قبل ما يلتزم عشان شديد قلت لكم احتمال كبير يكون هذا الشخص برجة ترابي او هواي يعني مو على طول حتى لو حبك حتى لو رتاح معاك حتى لو 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 الالتزام نفسه رح ياخذ وقت وبروسس طويل معا نزيل شخصية مستقلة مو في احد يقدر عليه في بيتهم بعض الاشخاص شفنا في القراءات السابقة انه مثلا كلام امهم كلام اختهم كلام اهلهم جدا قوي تأثير عليهم هذا الشخص لا الكلمة الوحيدة اللي تمشي عليه هو رأيه الشخصي فعشان شديد اقول لك رح يمثل بالنسبة لك تحدي خصوصا وانه انسان صاحب خبره ولكن خلي تعمق هنا في شخصيته او هو كانسان او هو مثلا مثلك يتمنى الحب يتمنى الارتباط ولكن صعب لانه بالنسبة له اول لازم تقنع عقلي انه في بيننا التوافق وانسجام بعدين ممكن اسمح لك تدخل داخل قلبي ما في طريق بالنسبة للحب الا بالعقل طاقة العقل وهي الطاقة المتوفرة عند بالعادة عند الاشخاص اللي عندهم كوكب مهيمن في الابراج الهوائية او في الابراج الترابية عشان ارتاح معاك لازم اتكلم معاك واحس بتوافق في اراءنا في كلامنا في توجهاتنا وهذا يمكن سبب لك ما قدل برج الاسد انت رأيك صريح وانت رأيك قوي هذا الشخص ممكن يكون غير متعود عليه ولكن هذا من احد الاشياء اللي راح تجذبه لك خالنا نشوفه الحين ماذا سيقدم لك قبل الزواج هذا الشخص راح يتعبك قبل الزواج راح دائما خليك تشك بنفسك وتشك في مشاعر تجاهك حار وبارد يوم يقول لك والله احبك يوم بعدين هو يقول لك احبك بس يتصرف العكس او ما يقول لك احبك لانه هنا في شيء تضادع عنده او ما يقول لك احبك او يتصرف انه اللي بينك وبينه صداقة فقط ولكن مثلا تشوف تصرفاته هذه التصرفات حب تشوف اهتمام هذا اهتمام حب ففي اول فترة قبل الزواج نفسه راح يكون هذا الشخص مصدر قلق مصدر ارتفاع ضغطك ولكن دائما اقول لكم الغرض من القراءات انه تكشف لك المخفي عشان لما يأتي في دربك هذا الشخص انت تتحكم بضغطك اوكي انت تتحكم بانفعالاتك ما في احد يقدر يتحكم فيك لنفسك ولا سبحانه وتعالى يعينك على نفسك طبعا فما في طريق ثاني برج الاسد ضروري جدا ان يكون بالك طويل مع هذا الشخص انزين ماذا ايضا سيقدم لك قبل الزواج سيقدم لك دعوات كثيرة محاولة الالتقاء فيك انزين راح يقترح عليك اماكن كثيرة ان انت تزورها بروحك او مع الاصدقاء او مع الاهل وايضا هني اشوف في بعد فترة بعد ما تصير العلاقة جادة في دعوة من قبله لالالتقاء باهله والجميل في هاي الدعوة انه راح الموضوع راح هو يأتي به بنفسه يعني هو اللي راح يطلع باقتراح شنو رايك يا برج الاسد تلتقي باهلي نزين ولكن بالفعل قبل الزواج في الكثير من محاولات من قبل الالتقاء فيك احس برج الاسد راح يكون من مصلحتك انه تقبل بعض اللقاءات وترفض بعض اللقاءات لان هذا الشخص هذا الشخص اذا عطيتك كل اللي يتمنى دفعة واحدة يفقد الاهتمام واذا منعت عنه كل اللي يتمنى كل محاولاته للتقرب منك كل محاولات الالتقاء فيك مرة واحدة ايضا سيحس بالعجز فانت هني معاه لازم تكون تعرفون منتوك كرامة صنبور المياه في جهة الماء فيها بارد لونه ازرق وفي جهة الماء فيها حار ولونه احمر فهني نتكلم عن الاعتدال او الخلطة لازم كل شخص خلطته غير كل شخص فيه ناس يحبون الماء انه يميل يكون حار خصوصا في فصل الشتاء يكون جدا حار او شوي حار او دافع فيه اشخاص اللي حتى في الشتاء يحبون ما يكون بارد هذا التحدي امامك مع هذا الشخص انه تكتشف هو مع اي مع شكثر قبوله شكثر رفض رح تحصل منه افضل نتيجة ممكنة اوكي وين بصير التقاطع ما بين الحار والبارد معه عشان تأتي بنتيجة معه لان اللي صاير حاليا في علاقاته اما ان الجنس الاخر الاناث في حياته قاعدين يعطونا كل شي يتمنى فبسرعة يفقد الاهتمام مثل الطفل اللي عنده لعبة بسرعة يتملل منها او انه ما قاعد يحصل اللي يبيه فبسرعة قاعد ينهي العلاقة انت بتكون في المنتصف معتدل وبعد فترة من التعاشرة اتعرف ايش كثر لازم تتحدى ايش كثر لازم ترفضه ايش كثر لازم تقبل وين لازم تكون نسبة 50-50 ولا نسبة 60-60 sorry 60-40 بالمية 80-20 بالمية وين تقع معاه هذا الشي اللي لازم انت تكتشفه وراح تطط تكتشفه بروحك ولكن حد في بالك انه قبل ما يدخل حياتك هذا الشخص عنده في حياته صداقات ولكن دخولك انت رح يكون مميز كل اللي قبلك في حياته كأنه ما جواري او علاقات عابرة ولكن هني حين دخلت الملكة صار شي جد دخلنا نشوف اسرته هذا الشخص اما هو الاكبر او الاصغر في العائلة اخوان الثانين اغلبهم مو في سن زواج او اصلا تزوجوا فباقي اخوان حين في اسرته هو سنه سن زواج ولكن لحد الآن ما ارتبط او حاليا اعزب سبق له الارتباط حاليا اعزب اذين اسرته دمقراطية نوعا ما متفتحين العقل ليسوا متدينين او متشددين متوسطين جدا جدا معتدلين الحياة معاهم ايزي اوكي المرأة في اسرتهم لها حرية لها حق ان تخرج وتدخل وتعمل وتخرج مع صديقاتها يعطون المرأة ثقة في اسرتهم اوكي وحاليا اللي قاعد يصير في اسرته ان في الحاح من قبل امه وخواته اهله بشكل عام في الحاح انه لماذا لا ترتبط في الحاح انه تزوج انت وصلت الى سن ضروري فيه الحين انه تتزوج عشان تقدر تسس لنفسك حياة لانه اصلا انت نوعا ما متأخر يا الشريك اوكي هذا الحاح اصلا موجود فهو كأنما حاليا في مرحلة تشطيب انا اشان ابتديت هنا القراءة فيه شي قاعد يتشطب اهو في مرحلة تشطيب نعم عنده علاقات ولكن اهو في مرحلة تشطيب في مرحلة انه باقي له بس شوي وثير جاهز لانه هي مسألة ترى توقيت ساعات احنا نشوف نتعرف على شخص وفي بيننا انسجام واضح معاه وانجذار بس سبحان الله لانه التوقيت تعرفنا عليه في توقيت وهذا هو النصيب التوقيت يتحكم بان هذا الشخص لحد الان غير مستعد غير ناضج انه يلتزم اما هو او اما احنا عرفتو فهني اللي راح سبحان الله يخلي هذا الشخص هو من نصيبكم وهي مسألة التوقيت دخولك في حياتك راح يكون يعني دخول كبير ايش معنى انت بسبب توقيتك لانه هو كلش باقي له شوي وصير يرغب وصير عنده رغبة ملحة انه يتزوج وينجب ابناء ويعيش حياة مستقرة ولا هو هو منه ومن نفسه ما راح ما يحس بالاستعجال ولكن على وشك اوكي خلا نشوف وين راح تعيشون مع بعض خلا نشوف عن المسكن والحياة انا عكستي هنا فهاي الكرتات هذا هو كرت المسكن والحياة برج الاسد في بداية الارتباط في بداية الزواج هذا الشخص راح يطلب منك انما اننا ننتظر عشان نشتري بيت في البداية راح يكون توجهكم ان تسكنون في مكان اصغر من البيت على الاغلب راح يكون شقة واشوفها شقة من فصلة عن اهله يمكن تكون قريبة هذا الشقة من اهلك هذا السكن راح يكون قريب من اهلك انت او مكان عملك ولكن بعيد عن هذا الشيء جيد قلتلك انسان مستقل يحب ان يكون بعيد بعيد عن اهله وليس في سكن اهله ليس في بيت اهله شقة لان هذا الشخص كأنه ما قاعد يطلب منك في بداية الزواج انه مو مسألة اموال اموال فلوس وانما مسألة خلي اول نجيب الابناء بعدين بعد كم سنة نبتدي مثلا اما نشتري بيت او نبني بيت خاص فينا على الاغلب هذا الشخص راح يرغب انه يبني بيت يشكله على راحته يقسمه على راحته يهندسه على راحته لكن في البداية لا يريد انه يتعب او يتعنى كثيرا فخلنا اخذ شقة على الاغلب هني سكنكم راح يكون اما مطل على بحر او مطل على مكان فيه الكثير من الاشجار منطقة سكنية راقية في البداية شقة خلي نشوف ماذا سيحب فيك برج الاسد راح حب فيك ان انت مو امية في المية في يده مو دائما امية في المية تتفق معه تتفق معه في اشياء قلتلك توازن ما بين الحار والبارد عندك هذا من اهم الاشياء اللي راح يحبها فيك راح حب فيك عطائك وطيبة قلبك حسك ان انت برج الاسد بكرا راح تكون افضل ام افضل زوجة يبلي نفسها الافضل من بعد كل هاي الوقت والانتظار يبلي الافضل انزين يحب ايضا اختلاف اراءكم واطباعكم يحب ان انت ما تردخ له بشكل كامل دائما يكون عندك شخصيتك الخاصة رأيك الخاص حتى لو اوقات اتنازلت بس هو يعرف ان برج الاسد عندي رأيك مختلف وخصوصا الموضوع انزين يحب ايضا خصوصا مع الوقت هنا نتكلم عن طاقة مع الوقت كل ما يزيد وقت زواجكم وارتباطكم راح تلاحظ انه يصير يثق فيك اكثر واكثر يبتدي يبوح لك بمكنونات صدرة يبتدي يقول لك بامور حتى خاصة فيك امور خاصة باصدقاء امور خاصة باسرارهم حتى هذا الشخص راح يكون الصديق لك مو فقط شريك صديق يخبرك كل شيء احتمال الخيانة عنده جدا ضعيف لان اقلت لك راح يعاملك ان انت صديق ان انت شخص يثق فيه نوعا ما راح يكون يمكن حتى بعد فترة اشوفك انه ما عنده غيرة عليك او عنده شك ان هل انت يا برج الاسد عندك علاقة مع غيري عندك اهتمام بشخص غيري هذا من الاشياء اللي راح بالعكس تخلي يخاف انه يفقدك وراح نشوف الحين لسحب الكارت برج الاسد تشوف هل هذا الشخص من منطقتك ودولتك ولا من مدينة ثانية احتمال احتمال كبير من منطقتكم اوكي اذا مدينة بتكون ايضا مدينة قريبة لكم ولكن مثلا اكبر ارقة متوفرة فيها سبل الراحة اكثر يأتون من عائلة ترى مرتاحة فيها الكثير من اصحاب الشهادات اصحاب الوظائف الجيدة وحتى هو وظيفة وظيفة ممتازة وظيفة نوعا ما ذكورية يعني بيكون مهندس مشرف دكتور اوكي عائلتهم كلها تشدي فعشان تشدي ساكني في منطقة اخرى بعيدة عنكم دائما قاعدة احسيني فيها اطلالة اما اطلالة على شجر اما اطلالة على بحر اوكي فهذا الشخص بشكل عام مختصر للقراءة برج الاسد هذا شخص راح انت استفس فيه المشاعر وهو يستفس فيك يتحدى فيك ارائك يتحدى فيك يمكن حبك للاستقلالية يتحدى فيك ان انت تريد شريك ولكن تحب ان شركك دائما يوافقك في الرأي هذا شخص دائما ايضا هو راح يكون تحدي بالنسبالك وهو بخلي ان الطاقة اللي الاحظها بخلي دائما علاقتكم فيها شعلة فيها انجذاب فيها اكرهك ولكن احبك ثلاثة ترجمة نانسي قنقر